موسيقى أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين وأنا ألتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم حديث عراقي في مقابلة تلفزيونية ظهر بها أحد المسؤولين في وزارة النفط من حديثه كان يتحدث عن كيفية اختيار المسؤولين وعطى نموذج وينطبق على كل النماذج الذين يديرون مفاصل المؤسسات التي من المفروض أنها خدمية وترعى المواطن وتقدم للمواطن خدمات سواء خدمات اقتصادية خدمات اجتماعية خدمات امنية في كل الاتجاهات خدمات سياسية فكان يتحدث عن نموذج في اختيار اختيار المسؤول وكان يتحدث عن أحدهم وذكر أنه هو رئيس لشركة المنتجات النفطية قبل سنوات وما زال الوضع مستمر طبعا كان يقول أنه لا يعرف شيئا حتى على النفط ربما يعني من كلامه تفهم أنه هذا الرجل يعرف عن النفط أنه يعني فقط يعرف أنه ينوضع النفط هذا بالمدافئ النفطية ونتدفع عليه بالشتاء أكثر من هذا ما يعرف مع أنه هو رئيس مؤسسة من أهم المؤسسات التي تدير مفصل للمفاصل اقتصاد العراق هي شركة المنتجات النفطية لا إله إلا الله وعندما جرى حديث وكان يتحدث عن حديث جرى بينهم وبين الوزير كمسؤولين مدرع عامين لهذه المؤسسات وإذا به يتحدث بطريقة بداية يعني لا يعرف كيف يتحدث وإذا بالوزير يقول أنه هذا الشخص الوحيد الذي يفتهم فيكم يجعل الآخرين يعني هم لا يزيدون عنه ثقافة لأنه من يقبل أن يعمل في هكذا إطار لا يمكن أن نقول عنه أنه مثقف وأنه قادر وأنه يمتلك المعلومات أبدا لأنه من يمتلك الكفاءة من يمتلك القدرات العقلية من يمتلك الإخلاص للوطن لا يمكن أن يقبل بهذا الإطار لا يمكن أن يكون جزء من إطار فاسد محاصصاتي مخرب سارق فاسد لا يمكن لا يمكن من يقول يعني حتى هؤلاء الذين دخلوا للعملية السياسية وقالوا أن أصلح العملية السياسية الكذابين مجموعة من الكذابين لأنه معايير هذه وطلباتها واشتراطاتها للعملية السياسية أن تكون محاصصاتها أن تكون فاسدة أن تكون مخربة أن تقبل بكل أن تكون العراق مطية للآخرين أن يكون العراق بإرادة مفقودة بسيادة مفقودة باستقلال مفقود هذا واقع الحال فمن يقبل بالدخول بالعملية السياسية وبوظائف الدولة المهمة هو يعرف من البداية أنه جزء من هذه العجلة التي تدور بالفساد والخراب والدمار هو جزء من خراب العراق فلذلك لا يمكن لأحد أن يقول لي أن فلان عقلية كبيرة وذو كفاءة إذا كان ذو كفاءة أو إذا كان عقلية كبيرة فهو ناقص لأهم لأهم نقطة يحتاجها العراق وهي إرادة الوطنية ناقص وطنية ناقص تعبير عن وطنيته عن إنسانيته عن عراقيته هذا ناسيه ما موجود عنده لأنه موجود عنده لا يقبل بهذه الوظيفة مهما كان الحال هذا واقع الحال ففي التالي اختيار من يديرون مفاصل الحياة في العراق مفاصل السياسية الاقتصادية الأمنية كل شيء الاجتماعي الخدمية مجموعة من الفاشلين وتتكرر وجوههم يعني هذا هذا التدوير مثل تدوير النفايات لهؤلاء الشخص غريب عجيب لأنه يعتمد النظام في العراق وهي هذه الكارثة وهم اللي مكيفين عليه ويعتبروا هذا جيمقراطي وحر ومعرف منه واكثرية وقلية وتحدثون بهذه اللغوة اللغوة التي ما عادت تقنع أحد وتخسر العراق والعراقين الكثير لأنه يعتمدون على المحاصصات لكل حزب حصة لكل حزب عدد من الوزارات وعدد من الوظائف وعدد من المؤسسات وعدد من المدراء العامين وعدد من وكلاء الوزارات وعدد من الوظائف المهمة أمنياً عسكرياً اقتصادياً اجتماعياً وكل شيء فبالتالي كل واحد يأخذ حصة ووزعها الحصة والتوزيع يكون بيد المسؤول الكبير في ذاك الحزب وتعالوا خلوا نشوف من ذلك المسؤولين الكبار شوفوهم ونتوا ترفوهم من نور المالك وحطي لك وخذ الحكيم وغير الحكيم ومعرف منه وكل ذلك كل الفاشلين هؤلاء هم من يوزعون الوظائف هم من يتحكمون بالوظائف وظائف المدنية عسكرية أمنية لذلك الوضع العراقي أمنياً سيء من أسوأ لا يمكن لا ما بي عقدة أمنية ما بي خطة أمنية ما بي رؤية أمنية حقيقية عسكرياً من أسوأ ما يمكن ميليشيات تغزو البلد السلاح منفلت الاقتصادية من أسوأ ما يمكن ما بي سياسة اقتصادية سياسة عامة ضائعة لا تعرفين توجه العراق وإرادة وينها غير موجودة لا سيادة ولا استقلال ولا اقتصاد ولا زراعة ولا صناعة ولا تنمية أموال نفط شركات أجنبية بعقود تراخيص باعوها لشركات أجنبية تأخذ حصتها حصة كبيرة جدا جدا والباقي يروح للبنك الفيدرالي الأمريكي تتحول لنا الفلوس وتذهب للفساد يأخذون أيضا حصتهم والباقي اللي يدزون نياه يتحول إلى رواتب لموظفين لكي يسكتونهم لكي لا يخرجوا عليهم بالشوارع والباقي فسادهم انتهى القضية 21 سنة العراق في نفس يعني هذه الدائرة المغلقة يدور حول نفسه والناس ستفقد عقولها من الخراب من الفساد من الدمار من الانتهاكات من الاستهزاء بالشعب واستهزاء بالوطن وإيران وغير إيران يتحكمون بالعراقيين لماذا؟ هذا العراقي الأبي الطيب الرائع الخلوق صاحب التاريخ غير يتحكم به ما لا علاقة بدين ومذهب ما لا علاقة بمذهبه العراقين كلهم مسلمين سني شيعي ما عرف منه هو مسلم يعني كانوا متجاورين وكانوا بالحزن وبالفرح ما لا علاقة ما حد يسأل الله انت شيعي لو سني انت ما لا علاقة انت مسلم وانت عايش ويايا واخو اطار عام اسلامي وديني واخلاقي وتربوي وعشائري وانساني يرعانه واكو دولة واكو قانون بغض النظر عن شكل الدولة من عام 21 إلى عام 23 بغض النظر عن شكل الدولة ما انت علاقة بشكل الدولة لكن اكو خوانين اكو هوية للدولة ما هي هوية الدولة الآن 21 سنة انت وضيعت هوية الدولة واضيعت كل شيء ودخلتونا في انفاق طائفية وخراب وغطابات طائفية وتعالوا نسترجع التاريخ ونخلي التاريخ مقصلة يقصر قابل عالم احنا عايشين بالحاضر ولا عايشين بالماضي يعني تسحبون الشعب العراقي كيعيش بالماضي ويترك الحاضر والمستقبل غريب عجيب يعني هل المفروض ان الشعب العراقي يروح يعيش بالماضي ويدور ثارات الماضي ويظل حير تاريخ الماضي ويترك الحاضر والمستقبل يترك نهب لكم حتى تبوقوا تسرقوا ترهونون إدارة الغيرة وتعينون الوظائف لكل فاشل وكل مخرب محاصصات جزء بسيط من الخراب هذا ماكو معايير الكفاءة ماكو مبدئ الكفاءة مبدئ الكفاءة غير متوفر في العراق في اختيار العاملين في اختيار حتى أساتي ذات الجامعات في اختيار حتى المناهج في اختيار حتى المعلمين المدرسين في اختيار طرق التعليم كل جزء هذا ينعكس بالتالي على صورة العراق هذه صورة العراق هذه المحاصصات هذه البلوة الكبيرة هذه الكارثة الكبيرة التي أدت بنا كل فاشلين وبالتالي أنت بلد الطالب به بالكلية طالب الماجستير والدكتوراه عندما ينظر إلى الأعلى ويشوف المسؤولين فاشلين مجموعة من الفاشلين الأميين يحكمون البلد ما عاد للتعليم قيمة عنده ما عاد للشهادة قيمة عنده فلذلك يسربون من المدارس من الابتدائية إلى الكليات تصرب كبير جدا جدا وذلك قمنا شاهد في المجتمع العراقي نماذج غريبة عجيبة نماذج تتباهى بأشياء أم يكون المجتمع العراقي يعرفها سابقا مع الأسف الشديد هذا المجتمع الطيب الجميل رائع الذي ينظر بي المثل العراقي والعراق متميز في كل دول الدنيا وهذا ليس لي أنه أنا عراقي أتكلم هذا الكلام وهذا حق العراقيين عليها وحق نفسي عليها لأنه أنا عراقي بس الواقع الحال هو هكذا العراقي يعرف نفسه عندما يخرج إلى الخارج ويشوف نفسه متميز شوف بلده متميز مجتمعه متميز ليش تقربوا ليش وصلتوا لهذه المرحلة وهل ستستمرون في هذا أنتم ستستمرون لكن هل الشعب يقبل في استمراركم؟ هو هذا السؤال المهم وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي مشاهدين أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى لذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة